لقب الكأس القرية في رياضة البادل انتزعه بجدار واستحقاق الثناء الممثل لدولة السنغال والمكون من عمركا وزاميله البرازيلي فينيسيوس على حساب الثناء البرتغالية بثلاث جولات نظيفة المباراة كانت جد مشوقة بعد كسب المتوج باللقب لكرة المباراة ثمان مرات تواليا في الجولة الأولى كنا خارج اللعبة وتداركنا الأمر في الجولة الثانية وبفضل إصرارنا استطعنا استعادة العديد من كرات المباراة لنتمكن من الفوز بالكأس نهاية الأمر لدى السيدات فاز الثناء الممثل للسنغال أيضا والممارس بنادي بالميري بالبيضاء على حساب ثناء البلتغال المعزز ببطلة العالم ثمان مرات باولا إيراقبال المباراة كانت جيد صعبة لأننا لاعبنا ضد بطلة العالم ثمان مرات باولا إيراقبال اليوم خصومنا كانوا الأفضل عند انطلاقة المباراة لكننا تمكننا من العودة في النتيجة والظفر باللقب شخصيا مقتنع بالعطاء التقنية العام وأزوف إليكم أن رئيس الاتحاد الدولي لويتي كاريرو بعد متابعته مجريات الكأس القارية أصر على اعتماد المسابقة رسميا العام المقبل وتنظيمها بالدخلة النسخة الأولى من الكأس القرية للبادل بالدخلة طبعت بمستويات تقنية جد رفعة لتضرب الفعاليات المنظمة الموعد العام المقبل رسميا مع ثاني النسخة بخليج وادي الذهب